اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا سمعنا عن ناس بياخدوا فلوس عشان ينزلوا مش العكس مش هو بيدفع فلوس عشان ينزل ده بياخد فلوس عشان ينزل صح ذلك او لم يصح وبالتالي الناس شايفة ان كل واحد يعني خريطة واحدة اللون ايه اباشة اللون ابيض اللون ايه اباشة اللون رمادي اللون ايه اباشة اسود كله رمادي او اسود مفيش حاجة فهو هيختار بين مين ومين بين ايه و ايه اذا كان الوفد والحركة الوطنية ومش عارف وناس اللي منشقوا عن شفيق والمصرين الاحرار وشخصيات عامة كلهم في قيمة حب مصر يعني حتى هذه الاحزاب اللي من المفترض اني بنزل الانتخابات عشان نقيم بين برامجها او بين مرشحيها حتى هذه الاحزاب كلها بتقول للناس كده قولا واحدا عفاك يا جماعة احنا واحد احنا في قيمة في حب مصر واحنا واحد واحنا ندخلين عشان ندعم 30 يونيو وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي نداء مصر شرحوا كانوا نفسهم في قيمة حب مصر مدخلوش في عمله نداء مصر اللي اتنين ايه اللي اتنين واحد هتلاقي هنا حد وهنا حد الحد اللي كان هنا هو كان مأسس هنا بس لما غضبوا عليه هنا راح راح هناك بس هو على اجندة هنا يعني كل اللغبطة العجيبة اللطيفة اللي في البلد دلوقتي ففعلا المصريين يعني اما تيجي تقايمة اه هتختار من مين ومين مفيش حاجة مفيش بيك دين يعني مفيش حاجة خلاف واسع اليسار حتى اليسار تجمع النصريين اللي مش داخلين في القواعد يعني داخلين في قيمة يعني قيمة في حب مصر فيها ناس نصريين وفيها ناس يسار يعني عادي فيش حاجة كلها فممكن المصريين يكونوا شافوا المشهد ده مشهد لا يستحق عناء الوقوف فيه طوابير الانتخابات مش مستهلة الحكاية يا جماعة ما حد فيكوا ينجح وتخلصونا يعني مش مشكلة احنا احنا مع السيسي حتى اللي نزلوا قالوا احنا نزلين انتخب السيسي يعني السيسي على رأي منشطة المصري يمكن حلوة قالك السيسي حاضر والنواب غايبين يعني هو الناس ده تنتخب السيسي فهو راحين ينتخبوا الناس اللي ممكن يقول اللي بينتشروا بالدوائل يقولوا احنا ناس دين ندعم الرئيس السيسي هو ده المشهد يعني مفيش حاجة متميزة في مصر لنختار بينها فالله حصل الناس ما نزلتش معادي فيش حاجة لو فيه بقى اسرع سياسي فيه الناس حست بخطر الناس حست ان فيه واحد داخل بافكار انقلابية على ثورة 30 يونيو داخل يعطى للمسيرة لا ده يساري شيوعي عايز يحول مصر للنظام الاشتراكي انا لا هقف عشان انا مع السوق الحر او ده رأس مالي متعفن يريد لمصر ان تطحن الفقراء انا هنزل عشان اسقطوا او انجح بتاع العدالة الاجتماعية مثلا كل هذه المشاهد المثيرة اللافتة اللي فيها اختيار قدرة على الاختيار التناقضات الجميلة اللي فيها قدرة على الاختيار حرمت منها مصر هل حرمت بفعل فاعل بارادة السلطة مثلا عايزة كده لا اعتقد ظني انه لا اعتقد لكن هو احنا مشينا في السكة دي كلنا مشينا زي ما مشينا في الدستور ما احنا مشينا في الدستور احنا ما روحنا نعمل الدستور كل اللي كان هممنا انه العالم يقول انه عندنا دستور فجرينا وبتاعه بعد كده كل واحد بقى طلع في الدستور اللي مش عاجبه دور البرلمان مش عاجبه دور رئيس الوزراء اللي شايف ان صالحات رئيس التقلت اللي لا عايزها توسع لا عايزها تقل لا كده احسن وإلى اخر هذا الجدل العقيم اللي احنا دخلناه كلنا لكن في النهاية مين عمل كده الله اعلم كلنا مع بعض كلنا عملنا ايه كلنا عملنا نفسنا صوت واحد ووحدة واحدة ضيف ضيف على ده انه الحقيقة حتى الصوت الاخر هو صوت عنيف متطرف يعني انت افترض انت عايز تطلع الصوت التاني فانت هتطلع الصوت التاني يبث الرعب في قلوب الناس يعني عايز تطلع مثلا واحد صوت تاني يقولك انا اؤيد مثلا كتائب بيت المقدس في سينة اللي بتقتل جندنا مثلا ما هو الاخوان بيعملوا كده ومحطاتهم بتعمل كده وبتزغرد في شهداءنا عند موت شهداءنا هم بيزغراته فانت في النهاية حتى لما بتيجي تدور على صوت تاني في البلد تنتقد السياسات اللي حصلت دلوقتي مثلا تنتقد القوانين اللي بيصدرها الرئيس كل الناس بتقيت كله بيقيت وبقيت بمنطق يعني ما فيه ناس مش طالبة حاجة مش عايز نجيب سويلة عايز يم السيسي ولا حاجة عايز ايه عايز ايه هو ولا حاجة عايز ايه ده هو اللي بيدي فمش عايز حاجة فهو ليه بيقول انا مع الرئيس لان هو مقتنع من المنطق دلوقتي كده فشاءت الظروف وشاءت الاقدر ان تكون مصر الان لون واحد وان يكون الرأي الاخر هو متطرف وعنيف وحاد وقاتل ولا يريد لهذا الاستقرار ان يكون فبالتالي الاعلام ما بيطلعش ناس مختلفين كتير لان المختلف طالع يقلب الموضوع مش طالع يناقش اشتركوا في القناة